ونحن نعرف أننا كلما نزلنا جنوباً في أوروبا كلما كانت في الحقيقة تعاملهم معنا أنه تعامل استعماري استغلالي استضعافي وفي كثير من الأحيان استحماري واستئصالي على صانع القرار الأوروبي في كل هذه البلدان الأوروبية أن يراجع نفسه وأن يعرف أن شعوب مستقرة في أوطانها ونهضة بأوطانها وبدولها وبمجتمعاتها هي أصلح للجميع أن ذلك لا يدفع بالملايين الذين يريدون أن يهاجروا وعشرات الألاف منهم يقطعون البحر في بطيات يغرق بعضهم ويصل بعضهم ويصبح مشرد أو يصبح في أي مكان وأن ذلك قد يدفع البعض إلى الجنون والتطرف باسم الدين أو باسم اللغة أو باسم العنصر أو بأي شيء ويدفع إلى العنف ويدفع إلى ذلك أليس من الأفضل أن تعيش شمال إفريقيا كما تعيش أوروبا بل تعيش إفريقيا كلها ومناطق المسلمين في كل مكان كما يعيش الآخرين دون فرض أنظمة فاشلة ودعمها بطريق مباشر وغير مباشر طبعا أنا لا أضع المسئولية كلها على القوى الخارجية ولكن هناك جزء مؤكد أن القوى الغربية خاصة الروس لا يتغنون بحق الإنسان ولا بديمقراطية ولا الصينيين ولا غيرهم من كثير من الشعوب ومن الدول والأمم لكن أنتم تملؤون الأرض صخبا بدعاوة حق الإنسان والديمقراطية ولكنكم في النهاية تسلمون الأحرار وتعتقلون الأحرار وتضيقون على الأحرار وتحاولون أن تخيفونهم وترعبونهم واتهامات بلا معنى أما أنا لهذه الأوضاع أن تتوقف أما أنا أن يكون هناك عقل أوروبي ينظر لنا أننا بشر وأننا لسنا لا دي باربار ولا نحتاج لاميسيون سيفيزاتريس ولا نحتاج شيء إنما نحتاج أن لا تتدخلوا في دعم أنظمة فاشلة ومفسدة ومجرمة هل يكون هناك عقل يجيب أو هناك منطق يجيب على هذا